دخلت هذه المشاهد ذاكرة أمة بكاملها فعند هذا الجدار أقيم مذبح الحرية الذي غير مجرى التاريخ اليمني المعاصر كمن العشرات من قناصي النظام المخلوع في المنازل المحيطة بساحة التغيير منذ فقر الثامن عشر من مارس 2011 وعقب صلاة الجمعة مباشرة بدأ هؤلاء القتل المأجورون مهمتهم انهالت الرصاص من كل حدب وصوب واستهدفت بشكل أساس شهود الحرية والتغيير من الصحفيين والإعلاميين وموثقي الحدث النتيجة كانت كارثية تماما أكثر من خمسين شهيدا ومئات الجرحى حصيلة المجزرة التي صبغت ذلك اليوم باللون الأحمر القاني ومنحته اسما جديدا هو جمعة الكرامة لقد كانت كرامة اليمنيين تستحق هذه التضحيات لكنها لا تتحمل هذا الجمود القاتل في قضية لن تمحى أبدا وجريمة لن تسقط بالتقادم دفع الثوار في ذلك اليوم ثمنا باهظا للإمساك بالقتل الذين فروا ولم يبقى سوى 19 قاتلا مأجورا مؤدعوا السجن لكن نظام صالح القمعي أمر بإطلاق سراحهم إجراءات ذلك اليوم السياسية والقضائية والأمنية كانت تشير إلى الذي دبر جريمة القتل وأمر بها إنه المخلوع صالح وأبنائه ومساعدوه في الجهازين الأمني والعسكري أعلنت حالة الطوارئ وأقيلت الحكومة وأقيل النائب العام كانت محاولة مدروسة للالتفاف على الجريمة ودفنها لكن الإجراء الحقيقي الذي كان يتعين فعل لم يتم التحقيق والعدالة وحدها منظمة Human Rights Watch أنجزت تقريرا يتمتع بالمصداقية إلى حد ما حيال جريمة قتلت على مذبح القضاء اليمني كان ذلك في الثاني عشر من فبراير 2013 أي بعد سنتين من وقوع المذبحة حينها حذرت ليتا تايلر كاتبة التقرير من أنه إذا لم يفتح اليمن تحقيقا عادلا ويحاكم أولئك المسؤولين عن هذا الهجوم المميت فإنه يخاطر بترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب في قلب الانتفاضة اليمنية وقد كان المنظمة ذاتها لفتت في تقريرها إلى أنه بعد تأجيلات عدة بدأت في ستمبر 2013 محاكمة جنائية تستند إلى تحقيقات معيبة فالمحكمة أدرجت 43 من أصل 78 متهما بصفة هاربين من العدالة وتضمنت قائمة الهاربين اثنين من أبناء محافظ موال لصالح كما جاء في تقرير المنظمة الأمريكية علقت المحاكمة في نوفمبر من عام 2013 أي بعد شهرين من بدئها بعدما رفع محامو والضحايا دعوى بطلب ضم مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين إلى قائمة الاتهام بما في ذلك المخلوع صالح وأقاربه لكن قانون الحصانة كان قد استبق بدء المحاكمة بنحو عام ليفرغها من مضمونها ويعطل أهدافها ومقاصدها بعد أن وضع القتل فوق المساءلة وفوق العقاب يدفع اليمنيون هذا الثمن الباهظ اليوم لأنهم سمحوا للقتلة بالإفلات من العقاب ومنحوهم المزيد من الفرص لمواصلة جرائمهم التي نراها اليوم في شكل هذه الحرب الأهلية المدمرة وهي تهدر الكرامة الشخصية والوطنية معا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة